ما يخلوش التوتر والقلق يسيطر عليهم والنصيحة دي بنوجهها بشكل أكبر لأولياء الأمور ما بقوش هما بيضغطوا على أولادهم لازم تقعد دلوقتي تتخلص الحاجات للوراك يا فندم مصدر التوتر والقلق الرئيسي هما أولياء الأمور مش الطلاب وليه الأمر لما بيبقى توقعاتهم مبالغ فيها بالنسبة لابنه أنا عايزك تبقى كذا وقد يكون كذا ده مش متوافق مع قدرات الابن أعلى من قدراته بكتير جدا ده بيحط الطالب تحت ضغط بيسبب له قدر كبير من التوتر والقلق بيخليه بقى الطالب ده لو كان يقدر يجيب المستوى 2 لا بينزل للمستوى 1 يعني بينزل درجة ليه؟ لأن التوتر والقلق اللي انت كوالية أمر سببته للابن قلل من مجهوده قلل من تركيزه نزل من مستوى فدي نصحة مهمة جدا احنا كولياء أمور لازم لما نتعامل مع أبنائنا نتعامل بواقعية ما تبقاش توقعاتنا مبالغ فيها ما نضغطش عليهم ولا نقارنهم بغيرهم أنا عايزك تبقى زي فلان تبقى زي خالك تبقى زي عمك ابن عمك الحاجات ده كلها تمثل ضغوط على الأبناء بتخلي مجهودهم يقل ولو احنا كأولياء أمور حسين بتوتر وقلق وحسين أن الوقت ضاع مننا وأن احنا دخلين خلاص على الامتحانات ولسه ما استعدناش كويس نحاول قدر الإمكان أن ده ما يظهرش الأبناءنا وأن احنا نتحكم فيه انفعالاتنا بحيث أن ده لا يبدو علينا ولا حتى مش بس بالكلام ولا حتى فيه شكلنا وانفعالاتنا ما يبدوش علينا هذا التوتر وهذا القرم النقطة التانية بقى المهمة لما نتحكم في انفعالاتنا ده حاجة مهمة الحاجة التانية بقى المهمة أن احنا نغير الاستراتيجية اللي بندير بها الوقت بتاعنا احنا كنا الأول بنقسم الوقت ازاي؟ كنا بنقسم الوقت على أساس مثلا ساعتين للمذاكرة مثلا يعني فرضا يعني ساعتين للمذاكرة وساعتين مثلا لكذا يعني بنقسمه على وحدات زمنية في المرحلة القادمة ما عادش ينفع وحدات زمنية دي ما عادش ينفع أننا نقول أن الطالب هيذاكر ساعتين في اليوم لا ده أنا هقسم الأيام على المواد وهيبقى مرتبط بكمية من المحتوى يذاكرها الطالب يعني هيذاكر مثلا عشرين صفحة بعد ما قسم الأيام على المواد العشرين صفحة دول ياخدوا ساعتين ياخدوا خمسة ياخدوا ستة المهم أنه لازم العشرين صفحة دول يخلصوا يبقى غيرنا الاستراتيجية ما عادش ساعتين لا بقيت عشرين صفحة العشرين صفحة دول لازم يخلصوا مهما حصل وعايز أطمن الأولياء الأمور والطلاب أن المخ بتاعنا قادر على أنه يتعلم لفترات طويلة وقادر على أنه يتعلم عدد كبير من المعلومات ما فيش مشكلة خالص يعني ليس له ساعة محدودة ممكن أنه يتعلم أكتر مدام فيه دافع ومدام فيه تخطيط ومدام فيه تنظيم